اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما تليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بقطاع الثقافة والاثار كونه احد الاسس الرئيسة التي تمثل الهوية البحرينية عبر ما يزخر به تاريخ المملكة الممتد لالاف السنين من محطات متميزة مشيرا سموه الى اهمية استمرار ابراز المقاومات التاريخية للبحرين والحفاظ عليها لتكون شاهدة على ما حققه الاباء والاجداد ومواصلة مسيرتهم لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية التي تترجم رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليثة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليثة آل خليثة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر الإقضابية اليوم معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليثة رئيسة هيئة البحرين لثقافة والاثار حيث قدمت معاليها لسموه عددا من مؤلفاتها وقد أعرب سموه عن تمنياته لها بدوام توفيق والنجاح بما يرفد مسيرة البحرين في قطاع الثقافة والآثار من جانبها أعربت معالي رئيسة هيئة البحرين لثقافة والآثار عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يريه سموه من اهتمام ودعم لجهود هيئة الثقافة والآثار اشتركوا في القناة